مشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة نتوقع انخفاض على درجات الحرارة بحيث تكون أقل من معدلاتها يوم غد وخلال أيام القليلة القادمة وتقس معتدل بوجه عام أثناء النهار اللطيف بالليل حتى يميل إلى البرود في ساعات الصباح الباكر لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا في الأغوار والعقبة ومناطق البادية الشرقية أيضا مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هناك كتلة هوائية هذا باللون الأحمر تقترب من المملكة وتؤثر على المملكة اعتبارا يوم الاثنين والثلاثة والأربع والخميس هذه الكتلة ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى يستمر تأثيرها على المملكة على الأقل ثلاثة أيام متتابعة اعتبارا يوم الاثنين وحتى تقريبا يوم الخميس القادم بإذن الله وبالتالي يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بيكون تدريجي ويكون واضح وبتظهر السحب المنقفضة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة ترتفع نسبة الرطوبة بشكل واضح حتى يتشكل ضباب خفيف في مناطق المرتفعات الجبلية الرطوبة النسبية تقترب من 100% معدلاتها بحدود نتوقع تكون في كثير من الأماكن بحدود 97% إلى 100% هناك ضباب خفيف شابورة إلى ضباب خفيف يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وظهور الغيوم المنقفضة والأجواء لطيفة بالليل ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 19 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة انخفاض تدريجي على درجات الحرارة بحيث تكون أقل من معدلاتها أجواء لطيفة إلى غائمة جزئيا في النهار العظمى المتوقعة يوم الاثنين بحدود 27 إلى 29 درجة مئوية العظمى والصغرى بحدود 18 درجة مئوية الثلاثة انخفاض آخر على الحرارة العظمى ما بين 26 إلى 28 والصغرى بحدود 18 مع تشكل الضباب أثناء الليل وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الأربعاء انخفاض آخر أيضا أجواء رطبة بائمة جزئيا بتكون خاصة أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها والعظمى المتوقعة يوم الاربعاء 25-26 والصغرى بحدود 17 درجة مئوية حتى الأجواء تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر في ليلة الاثنين على الثلاثاء والثلاثاء على الأربعاء وأيضا الأربعاء على الخميس أجواء معتدلة بالنهار بشكل عام لطيفة بالليل وبالتالي الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن المختلفة المناطق الشمالية انخفاض على درجات الحرارة أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل مع ظهور السحب المنخفضة في المناطق الشمالية إربل 30-21 عجرون 29-20 جرش 30-21 والمفرق 30-19 درجة مئوية أما المرتفعات الوسطى البلقاء 27-19 مأدبة 26-19 عمان ما بين 27-29 العظمى والصغرى بحدود 18 البحر الميت أجواء حارة والعظمى المتوقعة 36 وصغرى 27 حارة إلى حارة نسبيا الأجواء في الأغوار والبحر الميت وبطر انخفاض على درجات الحرارة الزرقاء 30-20 درجة مئوية المرتفعات الجنوبية أيضا أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل الكرك 27-18 الطفيل 26-17 الشراء 23-15 حتى الأجواء تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العقبة أجواء حارة نسبيا مع حدوث انخفاض واضحة الحرارة العظمى المتوقعة 35 وصغرى 25 إمعان أجواء معتدلة بالنهار اللطيفة بالليل 28-18 درجة مئوية لكن البادية الشرقية تبقى الأجواء حارة نسبيا وأيضا هناك إثارة الغبار والأتربي وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية الشرقية والبادية الجنوبية الشرقية بسبب نشاط الرياح وإثارة الغبار والأتربي الحرارة المتوقعة في الأزرق 35 العظمى والصغرى 19 الصفاوي 37-19 والرويش الأجواء حارة 39 إلى 19 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى لجميع أوقات سعيدة شكرا للمتابعة ولكم أجمل تحية مني ومن طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري